وضيف اليوم وانا سعيد باستقبله بمناسبة خروج ان باند دي سيني فن الباند دي سيني في تونس ما نجموش نقوله انه هو الفن الاكثر شعبية ولكنه فن مهم وساعة ننسيه واهميته بمناسبة خروج باند دي سيني اسمها شبح سيف الدين الناشي موجود معايا على مباشر مرحبا بيك يا سيف الدين انتي فنين في الرسوم القصصية المثورة هذه الترجمة العربية اذا صح التعبير متاع كلمة باند دي سيني كتابكم جميل متميز والخلفية التاريخية متاعه تحكي على حدث بعض من الناس اللي سمعوا فينا ممكن نساوها ليمهمش مجيل متاعنا اللي عنده شوية اشعة عربية كيفي وكيفك يا سيف الدين احداث الخبز 1984 مرحبا بيك يا سيف الدين احداث الخبز 1984 سؤال على الخبز ومش على الخبز بطبيعة الحال مرحبا بيك يا سيا مرحبا بكل مستمعين اه 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 اختيار لثورة الخبز ما كانش معاناتها بصراحة معناتها الاختيار ديركت على حكاية الخبز معناتها معناتها مجيوست على الليجاند يوروبت دي كانت دي سارت كل لايمتها دوك مولي فارش عبيد معناتها نساوها وفهمني ما عرفيه الجملة بتبيعت الحال الشبح الشبح بالضبط اللي هو نسميه شبايح احنا خارج شبايح نحن ذاك عملوا الدبلاج متاع كاسبير بالدرجة بالتونسي نسميه شبايح وقت عبدالحيم دياني عمل الدبلاج الانونيب اللي يدخل معناتها وفرفش شوية الكارت معناتها معناتها الكمنيكاة للبوليس ومعناتها لكم الكل ومن غاديكا بتبيعتنا على طاورت خبز انا اخلطت على طاورت خبز مليح نحن نعيش في طنقديم معناتها وعشت كمليح مليح وكل لذلك هذا مجرد مجرد معناتها مجرد معناتها معناتها دي ما نقولها الصعابي معناتها نسميه شبايح الهيكوبتري وانا اخلطت على طاورت خبز حتى نبدأ بجتمع معناتها وكانت معناتها معناتها لذا حكبة هذه كمهمة ياسف وكانت برشاة وان سمعت كمليح ومعناتها بالبول تريد ان تركون هذا الليجوند يورباني الذي حصلت على أربع ستة أيام تحديث الخبز هل أنه الباند السيني اليوم في عهد ديجيتال ما زالت عندها بلاس سوال هذا ما تروح ما هوش في تونس بركة أنا منذ أيامات كنت في فرنسا وكان فما برنامج متميز في إذاعة ثقافية على الموضوع إذا يبان فيجوروا مبيعات الباند السيني في فرنسا لا يعتبر بلاد بلاد المبيعات لا تحوش لكن لا تحوش وقعدوا مستقرين ما يعتبر هذا شيء كبير يسر بحالة السنية والتدستيكت تلعوا من فرمينات في فرنسا الناس كانت تشوكي وكانت تصوروا وكانت تجارة الباند السيني كانت مخصوصة؟ لا 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 سمعني هذا البرودة غالبت يثين بلايش طلع على المبيعات في 2021 ليس هذا بركة الديجيطال صحيح البرشع يدراهنوا لأن الديجيطال يأخذ النسخة الورقية لكن لا بالأخير معناتها تقعد النسخة الورقية وكانت تقعد وكانت تقعد نسخة الورقية وكانت تقعد نسخة الورقية كيف تصوروا؟ بالفزو بالقلم العالم قاتم قليلا وكانت تقعد نسخة الورقية وكانت تقعد نسخة الورقية نسخة الورقية نسخة الورقية مثلا نسخة الورقية نسخة الورقية وكانت تقعد وكانت تقعد وكانت تقعد في القصة في السرد وكانت تقعد وكانت تقعد بصراحة كما نقول ديما في البندسنية هذه عمد برشة جوة معنى تقعد قمت بصراحة وكانت تقعد وكانت تقعد المعيشة وكانت تقعد الجديد بصراحة بعض وكانت تقعد رسام في العالم من مزايا الآن من نصنح وكانت تقعد زيادة معنى تقعد للصنات النظر في الوطن والدليل دارسرف دي ناشي كن نرجعوا بعد نشوفوا الكون متاع الكتاب متاعكم ما سميتوهاش بانت دي سينيه معنا كن نلوج عالكلمة هاو تشوفوا تقول رواية معنا حتيتو عالكين كلمة رواية لأحداث معنا وحتيتو النص وكل ذكرني شوية بالنص كيفش تبنيت الحكاية شنو اللي جاي قبل النص قبل التصويره كيفش خدمتو لا نبدأ بالنص صحنا معنا اول مرة نخدم ايمن خاصة معنا حي وبرشة معناتها في بريمو ومبينوم ديما نبدأ بالنص تبدأ ملوب لكل نحن يسر صحابي ايمن معناتها نبدأ سواء قاعده في طاورة في كرباكسترا واحد مننا هكيش بدحكية وكل شيء لاخد شعاله كما يقول ايمن لنبوبة في راسه ويكتب التكست انتاعه يلغى فيانه وغو دي سبيوت اتترا لانه نحن اضافنائ سيناريو فمال معنات الجميع المختلفة سيناريو في التصوير منذن اضافيه وكيفية مشارطة جميع المختلفة بعد ذلك شعرت لكل اليوم بانهناتنا ايمن اللذي التي الانهتو قد دفعه في الدساق سيناريو الخدوط والتكليجن وكيفية الديكبات سيناريو كما أي خدمة مع التكيسير شكرا لك